السلام عليكم ورحمة الله نكمل موضوع تشخيص التوحل و هنتحدث هنا بعد ما تحدثنا قبل كده عن كنر ومحكاته هنتحدث بقى عن الدليل الاحصائي والتشخيصي للطربات العقلية الخاصة بالجامعة الامريكال للطب النفسي والموضوع ده طبعا برضو من المواضيع المهمة و احنا عايفين ان الدليل الاحصائي والتشخيصي للجامعة الامريكال للطب النفسي من اشهر المراجع الخاصة بتشخيص اي اعاقة او اي اطبع جميل الدليل الاحصائي وضع ثلاث محكات خاصة بتشخيص التوحل الاول محكة بالنسبة لنا هو طوافل ستة عوض على الاقل من المجموعات الثلاث التالية في المحكة الاول هو وضع ثلاث مجموعات اول واحدة منهم العجز النوعي في التفاعل والاجتماعي عنده مشكلات في التفاعل الاجتماعي واحنا اتكلمنا عن النقطة ده اكتر من مرة طيب ويترجب زوري سنين من الاعراض التالية العجز في الاستخدام في استخدام السلوكيات غير اللفظية عنده مشكلة في استخدام السلوكيات غير اللفظية اذا كانت خاصة بتعبيرات الواجه بحركات الجسم وهكذا الفشل في اقامة علاقات اجتماعية مناسبة النقطة مهمة بولة حل فقدان الرغبة في مشاركة الاخرين في الاهتمامات يعني بيحبش الالعاب الجماعية بيبتعد عن عن التفاعلات الاجتماعية الجماعية وهكذا الافتقار للسلوك الاجتماعي والانفعال المتبادل عنده مشكلات في السلوكيات الاجتماعية طيب المجموعة التانية العجز النوعي في التواصل عنده مشكلة في التواصل اتكلمنا عليها اكتر من مرة تأخه في اللغة المنطوقة بيتأخه اذا كان عنده بعض اشكال من اشكال اللغة المنطوقة كمان الصعوبات في المناقشة يعني المناقشة لا يستطيع اجراء مناقشة مع الاخرين النمطية والتقار في استخدام اللغة قلت ان هو عنده بعض الكلمات اه اللي بيقررها باستماع العجز في اللعب طبعا ده برضو واضح ان هو عنده مشكلات في اللعب المجموعة السالسة بيخاصة النمطية والمحدودية في السلوك والنشاطات والاهتمامات واحنا هنا على النقطة دي قبل كده ان سلوكياته ونشاطاته نشاطات محدودة جدا واهتماماته محدودة جدا قليلة قليلة جدا بالنسبة للاطفال العارية